ما يتعلق بصلاة في المساجد أن يكون بين كل صف و صف يكون صف فارغ لأجل التباعد لكن في بعض الأحيان بعض المصلين يأتون و يدخلون في هذه الصفوف الفارغة لكنهم لا يكملونها بمعنى أنه يدخل اثنين ثلاثة أربع عيان في هذا الصف بين الصفوف المكتملة فمحكم صلاتهم نسأل الله عز وجل أن يرفع هذه الجائحة عن بلادنا خاصة و عن جميع بلاد المسلمين بل و عن جميع بلاد العالم لأنها جائحة أقضت المضاجع و تركت أثرا كبيرا و علينا أن نستلهم منها الدروس و العبر فهذا الفيروس الصغير الذي لا يكاد يرى بل إنه لا يرى إلا بالمجاهر الدقيقة فعل ما فعل في العالم كله سواء كان ذلك في الدول المتقدمة أو غير المتقدمة فينبغي أن نعتبر و نتعظ بمثل هذه الأمور التي تعرض للبشرية وأما كيف أن نتعامل فينبغي بل يجب علينا أن نمتثل التعليمات التي أصدرتها الجهات المختصة و وزارة الصحة و وزارة الداخلية و أن نلتزم بذلك ليس خوفا من العقوبة مع الأسف فإن البعض لا يلتزم إلا إذا خاف من أن يضبط و يعاقب ينبغي أن نلتزم بها دينا و طاعة لله عز وجل لأن ذلك أمر واجب علينا فإن طاعة ولي الأمر فيما يصدره من أنظمة تحقق المصلحة أمر واجب الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فهذه الأنظمة التي أصدرتها الجهات المختصة هي أصدرتها بحكم أنها مخولة من قبل ولي الأمر و لذلك يجب علينا دينا أن نلتزم بها و أن لا نلتزم بها فقط خوفا من العقوبة بل أن نتديم في ذلك و مما يؤسف له أننا نرى تساهلا و لا سيما في الأشهر الأخيرة لأن بعض الناس استمرأ هذا الأمر و كأنه ظن أنه من الأمور العادية و هو بذلك يضر نفسه و يضر غيره و الإنسان مأمور أن يحمي نفسه من أسباب الهلاك و مأمور أيضا أن يحمي غيره و ينبغي بل و لعله يتعين على أئمة المساجد على نحو خاص أن يركزوا على هذا الأمر و إذا لاحظوا تقصيرا من المصلين بوجه من الوجوه أن يرشدوهم إلى ذلك و يحثوهم عليه و يذكرونهم من حين لآخر و أما ما يتعلق بهؤلاء الأشخاص الذين سأل عنهم السائل و الذين يأتون في مكان الصف الذي جاءت الأنظمة بالأمر بتركه خاليا حتى يكون التباعد متحققا فإنهم لا شك آثمون هم آثمون في ذلك و يتعين عليهم أنهم إذا لم يجدوا مكانا في الصفوف المخصصة و التي أذن بالوقوف فيها فيذهبون حتى لو صلوا في بيوتهم لأنهم بذلك قد عجزوا أن يجدوا مكانا و لا يجوز لهم أن يخالفوا و يقيموا إما بين المتباعدين لأن كما هو معلوم هناك مسافة محددة بين كل شخص و آخر في الصف ذاته و لربما يأتي البعض فيقف في هذه المسافة و مثل ذلك ما سأل عنه السائل من كونهم يصفون في الصف الذي أمرت الجهات المختصة أن يكون خاليا فلا شك أنهم آثمون أما هل صلاتهم صحيحة فالذي يظهر والله أعلم أنها صحيحة لكنهم آثمون و قد لا يؤجرون عليها بل يعاقبون على مخالفتهم و يحرمون أجر هذه الصلاة ترجمة نانسي قنقر